طالب حمزة الجمل المدير الفني للنادي الإسماعيلي مجلس إدارة ناديه برئاسة اللواء أبو بكر الحديدي بضرورة تغيير لقاحة فريق القرى بحيث تتضمن بنود تحفيزية لاستعادة الانتصارات وتصحيح المصار في جدول الدوري بجانب وضع بنود تقضي بعقاب اللاعبين الذين لا يلتزمون بتعليمات الجهاز الفني تمهيدا لعودة الانضباط والالتزام للصفوف فريق الدرويش كما هدد حمزة الجمل المدير الفني الإسماعيلي لاعبه بتوقيع عقوبات مشددة حال زيادة وزن أي لاعب حيث يخضعون لقياسات وزن مستمرة تمهيدا لاستعادتهم الفورمة الفنية والبدنية لتصحيح مصار الدرويش بجدول الدوري ويستأنف فريق الإسماعيلي بقياة حمزة الجمل تدريباته اليوم الاثنين بعدما حصل اللاعبين على راحة أمس ضمن برنامج الاستعداد لمواجهة فيوتشر والمحدد له الجمعة المقبل على ملعب السلام بالقاهرة في إطار القولة العشرين للدوري المصري الممتاز